قفشة النهاردة شارك أساسي غياب قفشة عن المباراة للمضاية كنت شايف أنه لأمور تكتيكية في الملعب ولا أنه شايف أنه قفشة كان مظلوم كلمة فودي بقى بيشارك طول الوقت لا دي وجهة نظر أكيد وجهة نظر وجهة نظر مدرب وتكتيكية بحتة ما أعتقدش أنه في حاجة أي مشكلة خالص والدليل أنه أشاركو النهاردة أساسي بالضبط يعني كان المجهود فيه مطشاة بيبقى محتاج مجهود مثلا أعلى زي مطشاة مثلا بيرمت الأهلي مش هتحمل إن أفشة وإمام عشور يكون اللي أكتنين بيلعب دي بقى نقطة اللي كنت عايزة تشرحوا لي بالضبط كتير أو ناس تقول لك أنه أفشة وإمام دائما مفودي لعوه مع بعض لا خالص فيه مطشاة مش هينفع مثلا زي بيرمت زي عندك نص ملعب فيه بيوفع كرت كويس فيه مهند لشين ارتكاز فالفرقة زي كده هم قردي عندهم حد ارتكاز سابق فمش هتبقى خسران إن أنت يبقى فيه واحد مثلا زي إمام إنه هو بيكمل قدام شوية ويفضل قدام شوية بس محتاج حد تاني معه مجهوده عالي أفشة مش كده مش زي مثلا كان أكرم بيعمل كده ماتش اللي فاد مجهود عالي بيعرف يطلع ويرجع في نفس الوقت وقوي في الحتة بل نص ملعب وعندك مروان كان ثابت فكان دعم كان عملت اتزان شوية لنص ملعب بتاع الأهلي لو كان بيلعب بنفس التشكيل النهاردة نفس التلاتة النهاردة الماتش اللي فات كان الأهلي كان يخسر نص ملعب كان يخسر نص ملعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر